طيب اللقطة العظيمة دي لقطة الدموع كريستيانو رونالدو لقطة بص انا هقولك حاجة في اللقطة دي بصراحة يعني عشان عشان اتكلم معك شوية كريستيانو رونالدو يعني مش الخناقة الفريقين اللي هم دايما فريق ميسي وفريق كريستيانو انا دايما بقول ان ميسي اسطورة وكريستيانو اسطورة ما عنديش حد حلو والتاني وحش بس انا من الفريق بتاع كريستيانو انا الفريق اللي بيعشق كريستيانو انا بتاع الفريق اللي لو البرتغال كانت لعبت اي منافس اخر النهاردة كنت اشجع البرتغال عشان عايز اشوف كريستيانو في نهاية كاس العالم عايز اشوف كريستيانو بيشيل كاس العالم كمان هبقى بالفريق ده يعني فيه فريق كان بيستنى البرتغال والارجنتي يلعبوا عشان كريستيانو وميسي ففيه فريق عايز ميسي يشيل الكاس في فريق عايز كريستاني أخد الكاس أنا كنت عايز كريستاني أخد الكاس بس النهاردة بصراحة ما كنتش متعاطف معاه خالص أنا عايزه يخسر كلمك بصراحة وبأمانة يعني بس الراجل ده وصلح معاه بخيالك بقى ده عمل كل حاجة في الكورة قصر كل الأرقام الكلاسية فاز مع البرتغال باليورو فاز مع البرتغال بدور الأهم الأوروبية فاز مع البرتغال بكل شيء ده يا مشال منتخب ويا مشال فرق على اكتافه لوحده يبكي اليوم وهو يخسر ربما آخر منديال دي في ظروف في منتهى الصعوبة لكريستاني أرنالدو كريستاني أرنالدو لعب في لي ملوش نادي في هذه اللحظة أنا أتكلم معاك بقولك كريستاني أرنالدو الأسطورة ده ملوش نادي في اللحظة دي منشستر فسخ عقده خلاص وقعد لتي في اللحظة دي بلا نادي الأسطورة يا جماعة يا جماعة العالم ده عالم آسيا العالم ده عالم مريب جدا ده ده يا ما فرح مليارات في العالم يا ما أسعد مليارات في العالم يا ما تقال إن إحنا الجيل المحظوظ اللي عاش كريستاني أرنالدو ليوني المسي كريستاني أرنالدو ما يستحقش يبكي ما يستحقش يبقى فيه ما يستحقش حد ينتقده ما يستحقش حد يشمت فيه بحبك للكورة حتى لو أنت مش من المشجعين بتوع كريستيانو أنت من المشجعين بتوع ميسي تحترم هذا الأسطورة الكبير لاعب أسطوري بكل معنى الكلمة الراجل ده عمل كل حاجة ممكنة في الكورة مع منتخب بلده ومع فريقه أو أي فريق دربه أو أي فريق اشتغل معاه كريستيانو نالدو بصراحة أنا نفسي يكمل لحد سنة 4041 ويقدر يقدر بالكورة البدنية والشغل البدنية اللي بيشتغل بيه ده يقدر يوصل لـ 4041 سنة ويلعب كورة أي نعم فيه تقارير صحفية قالت بعد المباراة أنه كريستيانو قبلغ زملائه باعتزال كورة القدم نهائيا مش بس على مستوى اللعب الدولي بس أعتقد أن كريستيانو حبه وشغفه في الكورة هتخليه يرجع عن القرار ده لو كان فعلا خده طبعا حالة حزن وحالة انهيار وحالة كايبة وبعدين إحساس كريستيانو رونالدو أن الند التاني بتاعي ليونيل ميسي بيقترم من نهاية كاس العالم وأنا برا المونديال إحساس شخصي صعب جد صعب جد